طبعا مساءكم مشاهدين وأهلا بكم معنا في هذه النشرة مفصلة من العربية والعربية الحدث وكل عام وأنتم بخير إذن نبدأ من الشأن المصري إذ نعتت الرئاسة المصرية بعد نحو عشرة أيام وحاولت الوساطة الغربية والعربية لحل الأزمة السياسية في مصر حيث أعلنت الرئاسة رسميا فشلها وانتهاءها محملة جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن هذا الفشل الحكومة المصرية شددت على أن قرار فضة اعتصامي رابع العدوية والنهضة لا تراجع عنه وطالبت جماعة الإخوان بفضل هذه الاعتصامات فورا تجاوزوا كل حدود السلمية وذلك بالتحريض على العنف وممارسة واستخدام السلاح ساعة الصفر لفضل اعتصامي أنصار الإخوان تقترب فجماعة الإخوان تصر على التصعيد والرئاسة تحملها مسئولية فشل جهود الدبلوماسية لحل الأزمة وتحملها أيضا تبعات خرط القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر الحكومة المصرية أعلنت نفاذ صبرها وناشدت أنصار الإخوان فضة اعتصامهم في رابع العدوية والنهضة وصفة إياهم بالمغرر بهم إن المجلس يعيد تأكيده على أن قرار فضة اعتصامي رابع العدوية والنهضة هو قرار نهائي توافق عليه الجميع ولا رجعت عنه على الإطلاق أكثر من شهر مر على عزل الرئيس السابق محمد مرسي وزيارات الوفود الدولية لم تنقطع وسطات أوروبية وأمريكية بل وعربية التقت أطراف الأزمة ووصلت إلى حد زيارة خيرة الشاطر نائب مرشد الإخوان في محبسه في سجن العقرب وأخيرا كانت زيارة وفد القونجرس الأمريكي على رأسه جون ماكين الرئاسة انتهت إلى أن الضغوط الأجنبية تجاوزت الأعرافة الدولية بل ووصفت تصريحات ماكين بالخرقاء ورفضتها جملة وتفصيلا بيان الرئاسة النهاردة كان واضح ومباشر وصريح وكان إعلانا بفض السرك الدولي المنصوب للمواطنين المنصريين والإدارة المصرية ونعتقد أنه إذانا أيضا بفض السرك المحلي المنصوب من جماعة الإخوان المسلمين لم تكن الحكومة الجهة الوحيدة التي وصفت ما يحدث في اعتصامي رابع العدوية والنهضة بالعنف والبلتجة إذ أن منظمات حقوقية رأت خطورة في استمرار اعتصامي أنصار الإخوان أتمنى على الإخوان المسلمين أن لا يتم استخدام القوة للرد على الفض الفض إجراء قانوني وفق القانون المصري وفق المعايير الدولية وهو التزام على الدولة المصرية بحماية المصريين من العقاب الجماعي وزي ربعة السكانين يتعرضون لعقاب الجماعي في تعزيز يتم داخل الاعتصام أمام تجديد الحكومة على أن قرار فض اعتصامي رابع العدوية والنهضة لا رجعة فيه يصر الإخوان على الخروج في مليونية أول أيام عيد الفطر عيد ربما لن يخلو من العنف بحسب مراقبين فالأجهزة الأمنية تستنفر والغضب والاحتقان في الشارع المصري في تزايد ضد الجماعة إنجل قاضي العربية القاهرة